تزامنا مع اقتراب بادي موسم التخيم الرابعي في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري وحتى الخامس عشر من شهر مارس وحرصا على سلامة الجميع نشرت رأسة الأركان العامة للجيش الكويتية عبر حسابات إلكترونية مناشدتها جميع المواطنين والمقيمين من مرتدي البر ضرورة التزامهم بالتعليمات وعدم إقامة مخيماتهم الرابعية بالقرب من المناطق التدريبية والمنشآت العسكرية محضرة للجميع من استخدام أشعة الليزر بالقرب من القواعد والمعسكرات وميادين التدريب مما قد ينتج عنه تأثير سلبي على الطيران والأجهزة والمعدات العسكرية وبدورها دعت بلدية الكويت عبر حسابات إلكترونية وضمن حملتها التي أطلقتها تحت شعار البر مسؤوليتك دعت أصحاب التراخيص الالتزام بشروط التي وضعتها لتنظيم موسم التخيم للعام 2017-2018 محددة بذلك 18 موقعاً للمخيمات الرابعية معلنة عن قرب فتح الرابط الإلكتروني لاستقبال طلبات حجز المخيمات عبر موقع بلدية الكويت الإلكتروني الظاهرة على الشاشة موسيقى موسيقى